تلاميذ سنة الثالثة ابتدائي السلام عليكم هذا اختبار الفصل الثالث في مدى التربية الألمية سنقوم بحله معا التمرير الأول أجب بالصح أو خطأ من الصحيح أو خطأ عند اختلال التوازن تكون الكتلة الأتقل في الأعلى إذا في حالة عدم توازن الميزان الكتلة الأتقل تكون في الأعلى أحسنتم خطأ في حالة عدم توازن الكتلة الأتقل تكون دائما في الأسفل إذن في العالى خطأ نكتب خطأ ثانيا عند الدرجة السفر المئوي يتجمد الماء درجة السفر الماء يصير جامدا أحسنتم صحيح نواصل عندما تكون الدارة الكهربائية مفتوحة بواسطة القاطعة فإن المصباح يضيع الدارة الكهربائية مفتوحة معناها لا يمغطي على الكهربائي وبتالي المصباح لا يضيع إذن المصباح يضيع أحسنتم خطأ الدارة الكهربائية مفتوحة لا يشتعل المصباح في فصل الشتاء تزداد مدة الليل وتنقص مدة النهار في فصل الشتاء تزداد مدة الليل وتنقص مدة النهار أحسنتم صحيح في فصل الشتاء الليل طويل والنهار قاصر نواصل إذا كانت البطارية سليمة جيد والمصباح فاسد والقاطعة مغلقة فالمصباح لا يشتعل أحسن لم صح يكفي أن تكون واحدة من هذا الخطأ حتى لا يشتعل المصباح بما أن المصباح فاسد إذن لا يشتعل نواصل تنتقل الشمس في السماء لأن الأرض تدور حول نفسها الشمس تنتقل في السماء لماذا؟ لأن الأرض تدور حول نفسها أحسنتم صح بما أن الأرض تدور حول نفسها تبدو لنا أن الشمس تنتقل في السماء نواصل مع التمرين الثاني ضع الكلمات التالية في الفراغ المناسب لها لدينا الشمس الليل الضوران نهارا الشمس الليل الضوران نهارا الأرض لا تتوقف عن أحسنتم الضوران الأرض لا تتوقف عن الضوران وهي التي تضيئها من الذي يضيئ الأرض الشمس هي التي تضيئها عندما تكون الجزائر مضاعة يعني أنه يوجد فيها الضور بنور الشمس يكون الوقت نهارا أم ليلا أحسنتم نهارا معنى وجود الشمس معنى نهار وعندما تغيب الشمس عندما تختفي الشمس يحل أحسنتم يحل الليل الأرض لا تتوقف عن الضوران والشمس هي التي تضيئها عندما تكون الجزائر مضاعة بنور الشمس يكون الوقت نهارا وعندما تغيب الشمس يحل الليل نتقدم الثامن الثالث أكمل الفارغ الغزنامة الميلادية أصلها وتتعلق بضوران حولا إذن أرزنامة الميلادية أصلها جيد أصلها ميلادية أصلها ميلاد عيسى عليه السلام أكتب ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام أو كما أكتبه في الكتاب ميلاد المسيحي عليه السلام عليه السلام إذن أرزنامة الميلادية أصلها ميلاد المسيحي عليه السلام وتتعلق بضوران أحسنتم الأرض حول الشمس أرزنامة الميلادية أصلها ميلاد المسيح عليه السلام مثل سيدنا عيسى عليه السلام المسيحي عليه السلام ثانيا الغزنامة القمارية أو الغزنامة الغزنامة الهجرية الغزنامة الهجرية أصلها أحسنتم هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذن نكتب أصلها هجرة الرسول محمد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن الغزنامة القمارية أو الغزنامة الهجرية أصلها هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتتعلق بضوران هنا الأرض حول الشمس بينما هنا ضوران القامر ضوران القامر حول الأرض قامر هو يدور حول الأرض وتسمى الغزنامة الهجرية بينما هنا ضووران الأرض حول الشمس جزنامة الميلادي نعيد قراءة الغزنامة الميلادية أصلها ميلاد المسيح عليه السلام وتتعلق بدوران الأرض حول الشمس الغزنامة الهجرية أو القامرية أصلها هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتتعلق بدوران القامر حول الأرض نتقل للثمين الرابع والأخير أربط الجملة بما يناسب أولا مدة الشهر في التاريخ الميلادي والأمازيغي مدة الشهر في التاريخ الهجري تتألف السنة الميلادية منها تتألف السنة الهجرية منها إذن مدة الشهر في التاريخ الميلادي والأمازيغي كم يوجد في الشهر الأمازيغي من يوم؟ أحسنتم أو الشهر الميلادي 30 أو 31 يوما إذن أشهر الميلادية أو الأمازيغية تتوي على 30 إما 30 أو 31 بينما مدة الشهر في التائخ الهجري أحسنتم 29 أو 30 يوما نواصل تتألف السنة الميلادية من كم يجد من يوم في السنة الميلادية أحيال أطول أحسنتم 365 يوما السنة الميلادية هي الأطول لأنها تحتوي على 30 أو 31 السنة الميلادية من 365 يوما تقريبا تتألف السنة الهجرية من 354 يوما كذلك تقريبا بعد قراءات الجمل مدة الشهر في التائخ الميلادي والأمازيج الشهر يتكون من إما 30 أو 31 بينما في الشهر الهجري في التاريخ الهجري عفوا يتألف الشهر من أو مدة الشهر هي إما 29 أو 30 السنة الميلادية تتألف من 365 يوما تقريبا بينما السنة الهجرية تتألف من 354 يوما تقريبا وأكذا انتهينا من حل الاختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات إلى سنة الجديد وإلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر